سنة 2023 بلشت على البطيئ كثير بعالم الألعاب بس كلما الأشهر عم بتمر كلما عم بتزيد سرعة أعلانات الألعاب الجديد وإصداراتهم ابتداء من نصف الثاني من 2023 نحن بلش نشوف فيضان ألعاب عم بيبج على شاشاتنا فلنكون جاهزين للجاية حضرت لكم هالسلسلة الجديدة خمسين لعبة لازالت قادمة في 2023 الأسبوع الماضي بلشتنا بأول حلقة فيكنت راجعوها بالرابط بالدسكريبشن بعد ما تخلصوا هالحلقة وهالأسبوع عنا سبع ألعاب جديد نحكي عنهم واحدة منهم نعلن عنا من يومين بس بس دراط ايضا راح تلقى عن المحتوى الألعاب حيش تكلم هالتعليق صار الأسبوعين ما بعمل شيء إلا ألعاب هالتشانل فيها ميمز ألعاب ودراما فبس يصير مصيبة راح أحكي عننا كمان أكيد هاي دي اذا حدا ما كان واضح عندنا هذا التشانل هلا أصار واضح هلا بجميع معكم دراط واليوم سنكمل سلسلة 50 لعبة لازالة قادمة في 2023 سنبدأ نهارنا اليوم بلاعبتان سيارات من أفخم ألعاب السيارات التي ترونها في حياتنا أول واحدة منهم هي فورزا موتور سبورت بس دراط اي رائم هذه بالسلسلة آخر إصدار من لعبة فورزا موتور سبورت كان فورزا موتور سبورت 7 في 2017 بس المطورين قرروا بهالإصدار الجديد في 2023 انه ما يسموها فورزا موتور سبورت 8 وبكل بساطة يسموها فورزا موتور سبورت لماذا؟ لمحبين سباقات السيارات دائماً كان في جدل عن شو هي أحلى لعبة سيارات نحن وصغار كبرنا على نيد فور سبيد بعدين اتطوروا ألعاب السيارات وصار عندنا كولين مكري بعدين اجي الـ WRC لتتحدى كولين مكري وصار فيه صراع بين محبين ألعاب السيارات أي أحلى كولين مكري أو WRC بعدين نيد فور سبيد أندرغراون 2 نزلت وأخذت العرش وضلوا الصراع بين عدة ألعاب سيارات على سنين واللعابة ما فيون يقرروا إياها فعلاً أحلى لعبة سيارات بهالأيام تغير الموضوع كلية في عنا أسفلت عنا بعدين فور سبيد عنا بعد كم لعبة سيارات مهمين موجودين بس اللي متربع على العرش وسابق الكل بأشواط هي لعبة فورزا موتور سبورت وبكل بساطة لأنه أكتر لعبة سيارات واقعية واللي بدو يلعب لعبة سيارات بدو يسوق سيارة فخمة بدو هالشعور بسواقية سيارة وياخدها لأقصى حدودها بأكتر واقعية معقولة وللمش عم بيستوعب قدي صاروا واقعية هالألعاب بطل العالم بسواقية ألعاب السيارات قاعد حد لعب فيديو جيم كمان وهاللعاب هو بطل العالم بسواقية السيارات فيديو جيم وانصدم لما الزلم الماب حياته سيق سيارات سبق فعلية قاعد يخرب الحلبة وكأنه صار له 20 سنة بسوق سيارات على حلبات فلما الألعاب صاروا هالأده قدرين يكونوا واقعية ليعطوك اختبار هالأده حقيقي طبيعا اللعب الأكتر شيء واقعية ستفوز وسلسلة فورزا موتور سبورت ما أثرت بسبعة إصدارات مصل لليوم بالألفين وثلاثة وعشرين وفورزا موتور سبورت دفشوا عالم السيارات 100 فش خلق الدين بعد لأنه اللعبة الجديدة معمولة من السفر لتكون مبنية على أقوى كونسولات إجوب تاريخ البشرية اكس بوكس سيريز اكس حاليا يعني رح يستفيدوا من قوة هالمكينة العملاءة ليحسنوا الفيزياء باللعبة وتصير بعد واقعية ودقيقة أكتر بس موقفوا هون وبلاش يفوتوا بكل تفصيل الغبرة رح تجمع سيارتك انت وعم تلعب رح تجمع بالمحلات اللي لازم تجمع عليهم حسب من وين غبرت سيارتك انت وعم بتسوق رح يستعملوا Ray Tracing باللعبة ليعطوك الإضاءة السوبر الواقعية على السيارة وتنعكس على الغبرة الواقعة بالمحل المناسب للسيارة أصوات السيارات مطلوا حسب موديل السيارة وبس وأصبحوا يفرقوه حسب القطع المركبة بالسيارة حتيات اجزاست جديد أو حتيات تيربو أو عدلت بالموتور رح يفرق صوتها حسب هالتعديلات ليصيروا على الأد مثل الأصوات اللي توقعون بالواقع حتى الدوليب على الزفت رح يغيروا الأصوات اللي بتختبرها باللعبة حسب نوع الدوليب وأي زفت انت عليه وهيدا كله جاي مع سيارات جديدة على اللعبة حلبات جديدة مأخدين من الواقع دغري ومحطوطين بلعبي رح تنلعب بـ 4K على 60FPS مع Ray Tracing فعلا صرنا بالمستقبل فمن ولاها الفشخة العملاء على الألعاب حقها يكون اسمه Forza Motorsport بلا أرقام لأنه فعلا لعبي على مستوى لحاله بالرغم من أنه طول عمرة Forza على مستوى لحاله بعد ناطرين تاريخ الإصدار طبع اللعبة بس اللي بنعرفه الهلا أنه جايب لـ 2023 على PC و Xbox Series X و S وأكيد رح تعجبنا لعبة سيارات رح أرجع أحكي فيها بس تغير عن درسنا بعد شوي لأنه عندك الألعاب نحكي عنا اليوم واحدة من هالألعاب الكثار هي لعبة Gord لعبة Gord هي لعبة خوض أدوار وبعالم هاللعبة صار في شيء اسمه The Great Bane وغطى العالم كله بظلمة لمتناهية عليك فيها أنت ومجموعة إنكن ترجعوا تعمروا مدينة وتطوروها لتقدروا تحموا حالكم من الوحوش اللي عم يكسوا كوكب الأرض طعمير المدينة كتير حلو وهو الأسلوب الأساسي للتقدم باللعب بس مش هو كل شيء أو الشي الوحيد رح تكون عم تعمله تعرفوا بألعاب استراتيجية كيف عندك شخصيات هي بتروح بتجمع موارد لحالة وإنت بس عليك تعمرها وتبعثها بهاللعبة ما فيك بها السهولة إنك تتصرق على القليل من أنه أول ما تبلش لأنه أول شي عليك تعمله أنت ومجموعة هالعالم الزمتوا إنكن تطلعوا برات المدينة وتستكشفوا وتجمعوا الموارد مورد مورد بيئتكن وبهالطريق المظلمة رح تلتقوا بوحوش كتير بتكون تقتلون وهوني بيبين نظام إتالي كتير حلو موجود باللعبة بس عدو يدربك فيك توقف الزمن تحرك شخصيتك بطريقة لتتفادى هالضربة وترجع تكمل لتجرب قدمة فيك إنك تحيشن كلهم للإصابة والموت وخسرتهم فكل فشخة بتفشخها برات المدينة إلى وزنة وإلى أهميتها وبس برات المدينة رح تلاقي الموارد العيزة لتطور مدينتك ومش بس هيك كل شخصية بتتحكم فيها عندها نقاط التطور طبعها وعندها قدراتها الخاصة لفيك تستعملهم بالعراكات كلما تعارك بالشخصيات أكتر أو تبني فيهم أكتر كلما تعطيهم نقاط للتطور أكتر وتقويهم ليصيروا العراكات أسهل عليك وبدك تضلك عم بتطورهم لتصد هجومات عملاءة على مملكتك الصغيرة حتى لتروح تقتل الوحوش بآخر اللعبة أسلوب فريد من نوعه جامع عدة ألعاب بلعبة واحدة وهاللعبة لفتتني إلي شخصياً تحكي معي إنه تعجربني فمنصح لكل يجربها بس تصدر على البيسي بسنة 2023 واللي بنصح لكل يجربه أكتر هو إنه يشترك بالممبرز بكل الطبقات الجولد، دايموند، بلاك وبلاتينون وكمان دير بلات شديد نشان كمان كان دير بلات عندي بالبيتريونز وحالياً عم نشوفه رجع على الممبرز ليستليم لقبه عن جديد شكراً كثير على وجودك معنا ومتحمسين نشوفك بالبث المباشر اللي مخصص الأعضاء اللي بعمله بنهاية كل أسبوع وكشكر للدعم لقلكم لازم نريد شي للمجتمع وواحد من صانعين الألعاب بمجتمعنا صدر أول لعبة لقله على الأندرويد هالأسبوع اللعبة اسمها هيكل وأخدت منه 20 كود لووزعوا عليكم وبهالطريقة خبركم عن لعبة من واحد من المجتمع تبعنا وفيكن تعطورة يكون فيها بصراحة بالكومنتز ليقدر يطور من شغله أكتر أو لا يتكافأ على مجهوده أكتر وبذات الوقت 20 شخص من المجتمعنا فيه تصلى بلعبة جديدة معمولة من واحد بيناتنا كودات رح أترككم بالدسكريبشن مع الرابط للعبة شكراً كثير على دعمكم ومبروك ماكس على إصدارك لأول لعبة لقلة لعبة كمان كثير بحبة شخصياً وانعلن عنا الأسبوع الماضي هي لعبة تراين 5 لما بيعرف سلسلة تراين هي من أحلى سلسلات لتلعبهم مع أصحابك فيهم بتكون واحدة من ثلاث شخصيات ورح أعطيكم إياهن مثل ما بنسميون أنا وأصحابي البغل يلي هو أنا ثلاث ربع الوقت ميرلين يلي هو الساحر وما بعرف إذا هو ميرلين باللعبة دائماً بنعمل سكيب للقصة والبنت بعتقد قصتة حلوة ما فرقاني معي قصتة بعتقد أنها حلوة بعمل سكيب اللي فرقاني معي هو أسلوب اللعب الفريض من نوعه يلي بيطلع التعاون بين هالثلاث شخصيات وهالثلاث شخصيات عن القدرات مختلفة اللي يقدروا يأنجزوا الغاز ويقطعوا مراحل سوا فيهم الساحر يقدر يطير أمور ويعلقها لتقدروا تعمشقه عليها البنت مع قصن الشاب يتشتج فيها تستعمله لتسيب أهداف صعبة والبغل بغل يستعمل وزنه ويتحش مثل الحيوان ليكسر كل شي بوجه أو ليطير الساحر أو البنت من وراء بغلنته التين بحبوا للبغل إذا حبين تشوفوا تراين أكتر الأشخاص اللي بلعب معهم هاللعبة يعملين فيديو عن لعبة تراين فيكم تشوفوه على اليمين نصل للعبة سيارات الثانية للي ستنا اليوم وما بعرف إذا عم بظلمة أنه سميها لعبة سيارات السيارات هو التركيز الأساسي عليها وبالتيزر تريلر مركزوا قلي على السيارات لكن لعبة The Crew معروفة أنه فيها كل أنواع السباقات من متوكراسات لتيارات لبواخر لو كان التركيز الأساسي على السيارات فما لازم أظلمها وحدها الأدى سميها لعبة سباق لعبة Forza Motorsport متفوقعة على كلب السيارات بالتحديد لعبة The Crew 3 متفوقعة على كلب بأنه تكون لعبة فيديو كيم ترضي الكلب هالمرأة سيأخذونا على جزيرة بهاواي لأنها تسابق بمناطق جديدة كلياً بياناتهم أدغال وشط البحر عكس The Crew Tool اللي كانت مليانة شوارع وشبال حالياً The Crew 3 لم يظهروا أخبار عليها أكثر من أنه ستصدق في 2023 على PC و Xbox و PS لجيل الحاضر والماضي وهذا التعديم كله اللي يقدروا يسوقوا أكثر لشي جديد عم بيعملوها السنة وهو الانسايدر بروغرام طريقة تقدر تفوت وتجرب اللعبة قبل غيرك بس بتحفز تام بدون ما تنشر أي شيء إلو علاقة باللي شفتوا انت وعم تلعبها وبنفس الوقت بتساعدوا اللي يطوروا أكثر لصراحة ما حبيتها لأسلوب بالتسويق هن بدون يسوقوا لللعبة أو بدون يسوقوا للإنسايدر بروغرام ما بعرف بس عم يخسروا تغطية كتير مهمة بأنهم بس ينشروا تيزر لهلا وكله كرمال الإنسايدر بروغرام غريب اللي عم بيعملوه بس بالنهاية لعبة The Crew عندها قاعدة جماهرية عملاءة وبما أنه بين الألعاب الليلة اللي عم تجمع بين الجيل القديم والجيل الجدير رح يضلوا أرقام مبعاطة هو الأعلى بين الكل فبلا ننطر لنعرف أكثر عنها هلا في 1964 كاتي بولندي اسمه ستاني سلعو لام أطلق أكتابه تحت اسم The Invincible The Invincible هي مركبة فضائية مفي شي بيقدر يدمرها يعني التايتانيك طبع الفضاء وهالمركبة بتحط على كوكب اسمه Registry لتحلل شو صاير مع سفينة فضائية تانية اسمه كوندور حطيت قبله هلا مش هيبقى حرق أحداث القصة بس هن فرجوا أول عشر دايق من الجيم بلاي فراح خبركم شو بتقول القصة قبل هالعشر دايق لأنه إذا بتهمكن اللعبة راح تشوفون أصلا Invincible بتحط على كوكب بيكتشفوا مجموعة روبويات على هالكوكب أسكية كتير هالروبيات أحجامهم كتير صغيرة وما بيهجموا عليك إلا إذا هجمت عليهم ما عندهم وعي يعني بس إذا ضيقتهم بيقدروا يشتغلوا سواء لا يمحوا بيتجمعوا مع بعض لا يجمعوا غيوم عملاءة وحتى فيهم يغطوا الكوكب كله رواد الفضاء الموجودين على الكوكب من السفينة القبل ممحية ذكرتهم بالمرة من هالروبيات بالتريلر من نشوفها للكابتن ايه صغرت بينت لأنه مرحش يارع خلونا نلعب اللعبة منشوفها عم تكتشف أول واحد من الأربع رواد الفضاء وبتلاقيه ميت بيخبرونا عن مكانات عملاءة بتقدر تفجر ثقوب طول عشرات الأمطار وبنستكشف مع الكابتن أكتر المنطقة لحد ما واحد من هالروبيات العملاءة يبرم عليها ويحمي سلاح ولا يفجرها وبيقتش التريلر أسلوب اللعب هو أسلوب سرد قصة بس احضرت كزا عشر ضايق جيم بلاي تريلر وبتحس في فروقات بسيطة عم بتصير بين نسخة ونسخة من كيف عم بتصير الأمور حسب كيف تصرفت الشخصية بغض النظر عن أن الأمور تقريبا نفسها رح تصير يعني في بناء للقصة حسب انت شو عم تعمل وهيدا الشي جديد علي خاصة بلعب شكلها بسطلها الأدنة بفهم تلتي الجيمز يعملوا هيك شي بس مش لعبها الأدنة شخصيا محمس له مع أنه ما بلعب ألعاب فردية لأنه أحب ألعب مع أصحابي يعني ألا ما بيطلع لعب معهم لكن منصح كل من يحبوا هالنمط أن يجربوه تصدر بـ 2023 على PS5 PC و Xbox Series X ونصل لأخر لعبة على هذه الليستة الاسمه Hello Engineer اللعبة صدرت أول شيء في 2021 على Stadia يعني ما صدرين من يصدر لعبة على Stadia أول ما تنزل من بعد موت Stadia مات وجود هاللعبة كليا وكتير انتقادون العالم عليها إنه مش انتو سلسل ترعب كنتو لماذا غيرتو وما بعرف شو اللعبة بتكون فيها مهندس بتعمر مكانات وسيارات لتخوض مراحل مختلفة وبتختلف بالصعوبة ومن أسلوب اللعب بتذكرني وبتذكر الكلمة بلعبة Strap Mechanic والعالم كلهم قاعدوا يقولون انه ايه هاي دي لعبة Strap Mechanic ونحن خبركم من شخص عنده 300 ساعة بـ Strap Mechanic انه رح ابزقوا بوجه لـ Strap Mechanic وعندهم أسلوب لعب رهيب وفريد من نوعه وقتلوه بلعبة كتير بايخة فما عندي مشكلة أبدا انه هالأسلوب اللعبي يصير فيه قصة من وراه انت عم بتعمر سيارة لتجتاز مراحل لانه في واحد مجنون بده يقتلك وعم بيحضر لك فخوخ عملاء لا تقطع فيها لو اخد اسم Hello Neighbor واسلوب لعب Strap Mechanic خلطتهم بطريقة فريدة من نوعه وانا كتير محمس لألعابه خاصة انه عند 300 ساعة بـ Strap Mechanic عالفاضي على ايه صار فيني استعمل الخبرة الجمعته بتركيب السيارات بها لأسلوب بنامط جديد بالنهاية Strap Mechanic لعبة ميتي حتى عم فكر اعمل كم فيديو هلو انجينيري على الشانل الثاني تبعي بس لانه بحس قادر من اول ما تصدر اقدم مستوى فيها عالي حاليا بعد مش معروف امدر حتصدر بس ايلين بالـ 2023 يعني شكل عم يعملوا لها اعادة بناء للعبة اللي يعلون من مستواها وياخدوا كل الانتقادات اللي اكلوها ويطوروها بعد اكتر وهي محمسنا كتير للعبة اللي عم تصدر بطريقة فريدة من نوعه فاكيد بنتماني لون الخير ستصدر عاستين بالـ 2023 خبروني شرائكم من الالعاب اللي عرضناها اليوم هل كانوا من المستوى الذي يحمسكم؟ نادر شوف تعليقاتكم حالك الحالكي معكم درد انشاء الله تكونوا بساطة الحلقة اليوم تويتش تتر انستغرام والاسكورد اي 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 اي